ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق نشاط عدد من المؤسسات الحكومية واستعرض الاجتماع التقرير حول نشاط الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلية الثورة اليمنية ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والشباب والرياضة والهيئة العامة للمصائد السماكية وأشاد الاجتماع بمنح محافظة المحافظة إكراميات مالية لأسر الشهداء ومناضلية الثورة اليمنية ومخطط سكني خاص في مدينة عتق تقديرا لتضحياتهم وانتصارا للثورة اليمنية